السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي ان برح بالليل كده على الساعة 9 مساء كنت قاعد بألف في الأخبار الرياضية فلقيت قدامي الخبر ده الخبر بيقول خاص للكأس الأهلي السعودي قرر عدم عودة اللاعب السوري عمر السومة لصفوفه وينتظر أعلى عرض مالي للموافقة على بيعه أعدت كده أدعك في عيني أعدت أدور على مصادر تانية يمكن أكون أنا مش واخد بالي أو مش فاهم يمكن تكون قنوات الكأس بتقول أي كلام ولا حاجة لا ده للقيت إن كل مواقع الانترنت المشهورة والمعروفة كتب نفس الكلام وبنفس الصيغة طبعا نبرة الكلام ونبرة الخبر حادة جدا جدا على لاعب بحجم عمر السومة محدش أبدا كان يتخيل بأي حال من الأحوال إن عمر السومة هداف قرة أسيا التاريخي عمر السومة اللي قضى عمره كله 8 سنين متتبعة ومتتالية مع النادي الأهلي السعودي تكون نهايته بالشكل ده ما عملوش حساب للأرقام ما عملوش حساب للبطولات ما عملوش حساب للعشرة ما عملوش حساب لهتفات الجماهير والرأي الجماهير لا عمر السومة مش هيرجع تاني مش عايزينه وإحنا مستنيين أعلى عرض عشان نبيعه وكأن إن عمر السومة ده مش بني آدم يعني حاجة بتباع وبتشترى الأمر بالنسبة لي غريب جدا ومباغد جدا وواضح من صيغة الخبر المتكررة في كل المواقع أن هناك حد من الأشخاص عايز يوصل الخبر ده بأسرع طريقة ممكنة لكل المواقع الإخبارية أنا يعني متابع من سنين طويلة لكل ما يخص عمر السومة لأول مرة لأي اتفاق ما بين المواقع الإلكترونية الكبيرة على نفس الصيغة الصيغة اللي ورده في الإعلان أو في الخبر بتاع قناة الكأس عمر السومة واللي زي ما انتو عارفين على صفحته على تويتر كاتب من يوم 16 أبريل لعام 2017 علاقتي بالأهل والأهلويين لا يمكن أن يزعزع حاسد أو مغبون ولست ملزم بالتبرير لأحد أنا للأهل والأهل ليه والله وليه التوفيق الشخص واللاعب اللي يكتب هذا الكلام هل تكون نهايته كده طبعا أكيد كلكم بتسأله هو إيه السبب إيه اللي جد في الأمر إيه اللي خلى النادي الأهل السعودي وزي ما نكتب في عنوان الفيديو يخضر بعمر السومة الحقيقة أن أنا من وجهة نظر المتوضعة الأمر لا يخرج عن ثلاث أسباب منطقية مفيش ليهم رابع السبب الأول وأهوانهم واللي حنين قوي يعني هو إن إدارة النادي الأهل السعودي بتتغير وطبيعي جدا إن لما الأهل السعودي إدارته تتغير أو أي شركة في العالم أو أي نادي بيغير إدارته بيغير سياساته فبيبقى بالنسباله لا بفكر جديد خالص عمر السومة معار لا مش عايزينه عمر السومة أدي له غايب سنة عن النادي فخلاص إحنا هندور دلوقتي على مهاجم يليق بالمرحلة المقبلة من وجهة نظرهم طبعا الاحتمال التاني من وجهة نظري المتوضعة وده برضو احتمال محترم ويقدر إن عمر السومة وبسبب مستوى المتميز في الدوري القطري في الفترة اللي فاتت وفي الموسم الماضي الأهل السعودي علم من مصادره المقربة لعمر السومة إن فيه عقود غالية جدا جدا جاية لعمر السومة وبقيمة مالية عالية جدا سواء من النصر سواء من الغرفة القطري سواء من الاستمرار مع نادي العربي القطري أيما كان نوع العرض والبلد اللي فيها العرض فهو عايز يستثمر ماديا من وراء عمر السومة وده بالمناسبة يعني أنا آسف يعني أمر حقير بصراحة يعني لأن برضو إحنا ما ينفعش نتكلم عن لاعب بحجم عمر السومة وبتاريخ عمر السومة مع الأهل السعودي بهذه الطريقة تفسير التالت واللي من وجهة نظري الشخصية هو الأقرب وهو المنطقي أكتر بكل أسف أن عمر السومة وبعد انتهاء مباراته مع نادي السد في الدوري القطري والحصول على لقب كأس أمير قطر صرح بتصريحات فهمت خطأا تصريحات داخل أرض الملعب وانبارح فيه برنامج المجلس على قناة الكأس القطرية وهم قاعدين كده حوالين بعض صرح بنفس التصريحات وقال نفس الكلام إيه هو الكلام اللي أزعج إدارة النادي الأهل السعودي بكل أسف عمر السومة اتكلم عن بيئة العربي القطري النظيفة أكتر من مرة بيقول والله أنا لما جيت العربي القطري وجدت بيئة نظيفة بيئة رائعة بيئة تساعد على العمل بيئة لما بيكون فيها أي اختلاف ما بين الاتنين لعيبة داخل النادي أول ما بننزل أرض الملعب الخلاف بينتهي وبيتبخر اتسأل مبارح تاني عن الموضوع ده قال برضو بيئة النادي العربي نظيفة طب ده في مشكلة؟ لا خالص هو الراجل راجل محترم الراجل بيشكر إدارة النادي العربي القطري بعد ما خلص مهمته معاهم وبيقول الواقع والحقيقة إن هم كانوا بيساعدوه على إن هو يطلع أقصى ما عنده وده واضح مش محتاج يعني مش محتاج إن أنا أقول لكم إن لاعب قدله 8 سنين بيلعب في الدور السعودي وينتقل للدور القطري ويعمل كل هذا الأداء المتميز يسجل حوالي 27 هدف ما بين دوري وكأس وصيف الدور القطري وصيف هداف الدوري القطري هداف كأس أمير قطر والحصول على لقب كأس أمير قطر وكل مباراة تقريبا بيسجل هدف أو اتنين للأسف إدارة النادي الأهلي السعودي فهمت تصريحات عمر السومة كالآتي طالما عمر السومة قال إن إدارة وبيئة العربي القطري بيئة نظيفة إذن بيئة الأهلي السعودي بيئة غير نظيفة أنا بقولها لكم بهذا الشكل السطحي بكل أسف نحن العرب والدماغ العربية والثقافة العربية فيها للأسف هذا العيب الخطير لهو أي إضافة ليك هو ترحي مني بالضرورة لو مدرس في مدرسة قاعد وقدامه اتنين طلبة وقال لطالب منهم انت رائع انت متميز انت محصلتش انت بيئتك نظيفة الطالب اللي جنبي يزعل وهو أنا بيئتي يعني مش نظيفة يا أستاذ يا عم هو ما جابش سيرتي الأهلي خالص هو الراجل بيقول أنا جيت من الأهلي السعودي منتهي أنا جيت من الأهلي السعودي ما عنديش استعداد ان أنا أقدم أي شيء ولقيت النادي العرب القطري احتضلني ولم شتاتي وساعدني ان أنا أجمع إرطتي وجمع قلبي مرة أخرى وقدرت ان أنا أعمل أداء الكل بيشهد بيه في النهائة لنلعب بتاعكم ما أنا هرجع تاني للأهلي السعودي ومحترم العقد بتاعي بكل أسف هذا هو الفهم الأقرب وهذا هو الفهم السطحي لما حدث مع عمر السومة وتأكيدا لكلامي تعالوا أقرأ معكم تغريدة كتبها واحد من عشاق النادي الأهلي السعودي فيها نفس الكلام اللي أنا بقوله بالنص بيقول الأهلوية ومنهم أحمد الشمراني اللي جالوا عيب وحوروا كلام عبد الرزاق حمد الله بأنه يقصد فريقه السابق النصر وتهكموا الآن عمر السومة لاعب العربي القطري ولاعب الأهلي سابقا يقول بيئة العربي نظيفة بمنطقهم تجاه حمد الله إذا هو يقصد إن بيئة الأهلي قادرة فهل يعيد الأهلي يا جماعة والله العظيم مش معقولة إن الأمور تبقى بالسطحية دي محدش يتخيل أبداً إن عشرة العمر كلها تتباع لسوء فهم لفهم خاطئ لتصريحات موقع يلا كورا أكد على الموضوع وقال البايع بأعلى سعر أهلي جدة يفتح الباب أمام مغادرة السومة أما موقع جول قال المستقبل في خطر عمر السومة ورئيس العربي يثيران الذعر في الأهلي أما موقع صدى ذكر وقال بيئة العربي القطري تثير غضب الأهلاويين على عمر السومة أنا والله العظيم أنا مش قادر أتخيل إن الأمور تدار بهذا الشكل يعني إذا كنا بنتكلم عن إدارة غيرت بنتكلم عن إدارة عندها وجهة نظر بنتكلم عن فهم خاطئ من الإدارة لكن كمان الجماهير فهمت الموضوع بشكل خاطئ أنا مش متصور بصراحة إن الأمور تنتهي بهذا الشكل وأخيرا موقع جول ذكر أيضا خبر برضو يعني أنا مش قادر أفهمه يعني فيديو مستفز على طريقة البلهي احتفال غير موفق من عمر السومة بكأس أمير قطر إن هو أخذ العلم ورح كده إيه ضربوا في الأرض كده واحتفل على طريقة لاعب نادي الهلال البلهي فانت كده يعني بتحرجنا يعني انت كده بتحرج النصر انت كده بتغيز النصر انت كده بتغيز الأهلي انت كده بتغيز العربي انت كده بتغيز مش عارف مين يعني يعني عزرا لو شوية عيال مش هيفكروا بالطريقة دي ونأتي للنقطة الأهم نقطة الأهم من وجهة نظري الشخصية هل عمر السومة أخطأ؟ هل عمر السومة أخطأ؟ خطأ يستاهل عليه تلك العقوبة وتلك التصريحات وهذا الإقصاء بهذه الطريقة على مواقع السوشيال ميديا وأنا معتقدش إنه تم إخبار عمر السومة أصلا أنا أعتقد إنه هم كده من نفسهم قالوا إيه؟ طيب إحنا هنكتب على السوشيال ميديا إن إحنا مش عايزينك عشان تتعلم من وجهة نظري المتوضعة وعشان أكون صدق معاكم عمر السومة لم يحالفه التوفيق في تصريحاته عن إدارة العربي القطري لم يكن موفقا لم أقدرش أقول أخطأ لكن لم يكن موفقا المفروض إن التعامل مع ثقافات عربية مختلفة ابتداء من نادي الفتوة السوري مرورا بنادي القادسية الكويتي مرورا بالنادي الأهل السعودي لمدة 8 سنين وانتهاءا بنادي العربي القطري يكون أكسب عمر السومة بعضا من الكياسة وبعضا من الدبلوماسية وبعضا من التحكم في بعض الكلام اللي بيقولوا لإني الإشكالية مش في كلام عمر السومة الإشكالية في استعداد الأندية واستعداد الثقافات العربية لتحوير أي كلام في أي لحظة فأنا لو ما كان عمر السومة وتسألت إيه رأيك في النادي العربي القطري والله نادي رائع وإدارة رائعة وأنا والله سعيد جدا بهذا الأداء ودعموني ووقفوا إلى جانبي بس ولا هتكلم عن بيئة ولا هتكلم تاني يوم لما تسألت تاني إيه رأيك في بيئة العربي القطري هالبيئة العربي القطري هي كويسة لا لا طبعا بيئة رائعة جدا ويعني تقف وراء اللاعب وتدعم اللاعب خلاص كلمتين ونص لكن كل شوية البيئة البيئة النظيفة البيئة الرائعة البيئة للأسف لم يحالفه التوفيق هو لم يخطئ ولكن لم يكن موفقا في تلك التصريحات الصحيحة والحقيقية ولكن هناك على الناحية الأخرى أحد يفهم التصريحات بشكل خاطئ ونأتي للنقطة الأخيرة واللي طبعا هي اللي تهمنا عمر السومة في النهاية هو اللي يهمنا يطارى مستقبل عمر السومة فين هل فعلا هيتم عرض عمر السومة عشان ياخده فيه أعلى سعر وأعلى بيع وكلام الفارغ ده لا أنا ما أعتقدش أن الأمر ده هيتم وأنا أعتقد أن إدارة النادي الأهلي السعودي يارب بس ما يكونش اللي في دماغي هيحصل أن تلك التصريحات من إدارة النادي الأهلي السعودي أتمنى أنها تتوقف عند هذا الحد وأتمنى فعلا أن هم ينتظروا عقد من نادي الناصر أو نادي الاتحاد أو حتى يستمر مع نادي العربي القطري مش يكون ده أول تصريح وبعد كده هتتوالى تصريحات أخرى للطعن في اللاعب ومسيرة اللاعب أو أن هم يركنوا لمدة سنة بدون لعب بحجة أن هم مستنين أغلى عقد وده للأسف متوقع خليك بقى كده على الدكة لمدة سنة مع النادي الأهلي السعودي لحد ما نلاقي عقد مناسب نبيعك بيه وإحنا عايزين المبلغ الفلاني ومش هنقل عن المبلغ الفلاني أتمنى أن إدارة العربي القطري تتدخل رغم أني والله يعني أنا ما كنتش أتمنى لعمر السومة أنه هو يستمر مع نادي العربي القطري وده للي امتبع منكم مثلاً مثلاً يعني بعد كل الأرقام اللي عملها عمر السومة وهداف كأس الأمير ووصيف هدافي كأس قطر ووصافة الدوري القطري ولقب كأس الأمير في الآخر ما تمش اختياره عمر السومة في أي لقب يعني اختاروا أفضل لاعب في الدوري القطري المساكني ما احترمنا للمساكني ولكن المساكني سجل فقط 22 هدف عمر السومة حوالي 29 هدف أو أكتر ما بين دوري وكاس عمر السومة من غيره ما كانش أصلاً نادي العربي القطري هيحلم أن هو يوصل لنهائي كأس أمير قطر فضلاً عن أن هو يفوز به ولكن نحن الآن أمام أمر واقع بكل أسف على الأغلب عمر السومة هيكمل مع العربي القطري إلا لو كان هناك عرض من النصر أو من الاتحاد أنا أتمنى انتقالوا للدوري السعودي مرة أخرى وأخذوا بالثقر من النادي الأهلي السعودي حتى كده من عندي أنا أنا مخنوق بصراحة يعني في نهاية الحلقة بشكركم جداً على حسن المتابعة مستنى عرف رأيكم في كل التصريحات الهزلية لإدارة النادي الأهلي السعودي دومتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته